بعد قضية احتراق بطاريات هواتف جالكسي نوت 7 تطرح شركة سامسونج جهاز جالكسي S8 تحت مسمى جالكسي أمباكت الشركة الكورية الجنوبية التي تكبدت مليارات الدولارات بسبب الحادثة السابقة تحاول جاهدة استعادة ثقة المستهلك من خلال تقديم جهاز بمواصفات استثنائية وروجت سامسونج للجهاز حتى قبل طرحه في الأسواق حيث سيعتمد على شاشة بتقنية فائقة الوضوح بدرجة 2K Ultra HD والأهم أن الشاشة ستشغل تقريبا كافة مساحة الهاتف الأمامية مع شريط ضيق جدا حولها كما ستلغي الشركة زر هوم من الجهاز الجديد وسيستعاد عنه بزر افتراضي يعمل باللمس هذا وقد اتخذت شركة سامسونج الكثير من الإجراءات بسبب ما حدث سابقا بجهاز جالكسي نوت 7 كي لا تتكرر مشكلة احتراق الأجهزة إلين يوسف العربية